إنه بقى اللي هيوديني الموسيماني الموسيماني بعد المباراة لما تسأل على حسام حسن إن هو التبديلة متأخرة قال لو كمحمد شريف سجل ما كنتش تقولي حسام حسن لما تسأل على ميكي سوني أصلا قالك لو اللعب اللي قابله مثلا لو عبدالقادر سجر أو بارسيتاو سجل ما كنتش تستروني على ميكي سوني ما هو برضو المدرب لما بيخسر ما بيحملش نفسه المسؤولية عندنا لأ لازم طب أنا أفهم إن المدرب زي أنا بيقولTI ما نشيب المدرب في المكسب زي اللعبين أنا ضد فكية مثلا إن اللعبين هم اللي كسبوا الفرقة و المدرب مارهوش علاقة و ضد فكية إن اللعبين هم اللي يتحملهم كل مدرب ما روش علاقة فهنف? فالنهارده المسلماني أيضاً يتحمل مع اللعبين أكيد طبعاً وكالتيرون ما ينفعش هو أي كلف استbra range يعني أنا لذسا في البطولة أنا ليه ليه أحمد لعقت وليه أنا أتكلم على لعبتي بشكل وحش وده اخطاء فردية ما كل واحد عارف انه غلط اما وقالك بلعب عارف انه غلط النهاردة وانا عرفت انه غلط مش شرطي ان المداري بيطلع اقول انت غلطت او بيطلع اقول انت السبب انه هو لازم عندي رؤية ويتكلم لقدام انه لسه في البطولة يعني لسه عندي متشاب مهمة جدا لسه عندي الوداد على ارضي ولسه عندي متشاب مهمة فلازم اتكلم انه انا لا النهاردة اتهزمنا لأي سبب الاداء ما كانش كويس ما يحمدش حد المسؤولية بعينه ده اللي لازم يحصل يعني شايف انه هو ما ينفعش يتكلم عليه بعينه